lipid profile test or lipid panel أو تحليل نسبة الدهون بالدم It is a blood test that measures the levels of lipid or fat in the blood بمعنى هو عبارة عن تحليل من خلاله بنقيس كمية الدهون الموجودة في الدم بمختلف أنواع الدم بيحتوى على أنواع مختلفة من lipids الكمون lipids الموجودة في البلد زي الكوليسترول, triglyceride, fatty acid, and phospholipids The two major lipids in the blood are cholesterol and triglyceride الاثنين موجودين بhigh concentration في الدم علشان كده الكوليسترول والتراغليسترول هي الأنواع الأساسية اللي بنقسها عشان نعرف مستوى الدهون في الدم ومن خلال اختبار تحليل الدهون بنعمل evaluation to different types of cholesterol and triglyceride to give a comprehensive view of person's lipid status بمعنى طالما أن الكوليسترول والتراغليسترول موجودين بhigh concentration في الدم علشان كده بنعمل evaluation لكل الأنواع الكوليسترول والتراغليسترول ومن خلال إياسهم بيدينا صورة عامة عن الدهون في الدم الـ Component of Libid Profile إيه هي الاختبارات اللي بنعملها في Libid Profile Test أول اختبار وهو Total Cholesterol نختصره بالTC النسبة الطبيعية بيبقى أقل من 200 ميلي جرام بير دي سيليتر الاختبار الثاني وهو Triglycerides نختصره بالTG النسبة الطبيعية بتاعته بتبقى أقل من 150 ميلي جرام بير دي سيليتر الاختبار الثالث وهو Low Density Lipoprotein نختصره بالLDL النورمال فاليو بتبقى أقل من 100 ميلي جرام بير دي سيليتر الاختبار الرابع وهو High Density Lipoprotein نختصره بالHDL النورمال فاليو بتبقى من 40 إلى 60 ميلي جرام على دي سيليتر الاختبار الخامس وهو Very Low Density Lipoprotein نختصره بالVLDL النورمال فاليو بتبقى من 2 إلى 30 ميلي جرام بير دي سيليتر داخل الLibit Profile Test بيبقى في مجموعة من الاختبارات بنقاسها فعليا زي Triglyceride والTotal Cholesterol والHigh Density Lipoprotein بينما بعض البرامتر الأخرى بنقدر نحسابها من خلال Calculation زي Very Low Density Lipoprotein بنقدر نحصل عليها ان احنا بنقسم Triglyceride على 5 بيدينا Level of Very Low Density Lipoprotein كمان الLDL بنقدر نقاسه من خلال الكيتس وكمان بنقدر نحسابه من خلال المعادلة الLDL بتساوي Total Cholesterol نعص الHDL نعص الVery Low Density Lipoprotein وطبعا الVery Low Density Lipoprotein بتساوي Triglyceride على 5 فبالتالي Limit Profile Test بيبقى فيه مجموعة من البرامتر بيتم اياسها عن طريق الرياجنت ومجموعة تانية من البرامتر بيتم حسابها من خلال فورمولا او من خلال معادلة من ضمن الكالكوليشن اللي بنعملها هي الكلسترول to HDL ratio نسبة ما بين Total Cholesterol والHigh Density Lipoprotein النسبة الطبعية بتبقى من 3.5 الى 1 او اقل من ذلك النسبة دي بنعملها من خلال ان احنا بنسم ال Total Cholesterol على ال High Density Lipoprotein Level في البيشن لو زادت النسبة indicate ان فيه High Risk of Heart Disease and Serious Sclerotic Disease لان زادت النسبة معناه ان الHDL قليل بالنسبة للTotal Cholesterol في الحال دي بيبقى الLDL نسبته اعلى من الHDL وبالتالي هنا بيبقى فيه ريسك للأسير سكولوروزيس والبلاك داخل الارتر فبالتالي حساب النسبة ما بين Total Cholesterol والHDL اللي بتديني معلومات اضافية افضل من تقييم Total Cholesterol والHDL كل واحد على حد اهمية اياس نسبة الدهون في الدم لها اهمية كبيرة جدا فان هي بتقيم الكارديو باسكولر ريسك دايما زيادة الدهون بتبقى مرتبطة بامراض القلب وتصلب للشرايين وخاصة الHigh Cholesterol Level زيادة الكوليسترول بتديني ميجور ريسك فاكتور فور هارت بيزيز الاستخدام التاني ليه اللي بتبروفيل تست مونتور تريتمينت افكتبنس بمعنى انه هو بيقيم العلاج المستخدم في تقليل نسبة الدهون في الدم بنستخدمه كمؤشر ليه علاج زيادة الدهون في الدم من خلال اللي هو تقيير فريط وانواع الاكل واللي بيساعد فيه تقليل نسبة الدهون وكمان اللي بتستخدم عشان يقيم الدواء بيجيب نتيجة ولا لا او تغيير نظام الاكل بيساعد فيه تقليل نسبة الدهون في الدم بنعمل اللي بتبروفيل تست لو قلت معنا كده ان الدواء الاهمية التالتة هو اكتشاف اللي بتس اوردر بمعنى اما بنقيس اللي بتبروفيل تست بنعرف هل فيه اي زيادة فيه اللي بت كومبونت الموجودة في البلد اللحم سماء الهايبر لبيديمي لو لقينا الهايبر لبيديمي موجود بالتالي بتحتاج او علاج عشان نقل المخاطر حدوث الهارد ديزيز اللي بتبروفيل تست من الاختبارات اللي بتحتاج تجهيزات للمريض قبل اخذ عينة الدم ومنها عملية الفاستينج او الصيام عينة الدم بناخدها بعد صيام عشرة لاثناشر ساعة قبل ما بناخد العينة عشان نتجنب تأثير الفود على بمعنى ان الاكل بيأثر على اللي بتبروفيل تست الموجودة في البلد وخاصة التراجل سرايد عشان كده احنا بنعمل صيام عشان نمنع تأثير الاكل على مستوى الدهون في الدم وخاصة التراجل سرايد ولكن الاكل ما بيأثرش بشكل كبير جدا على مستوى الكوليسترول وعشان كده انت لو بتقيس الكوليسترول الواحده ممكن تاخد العينة بدون صيام ولكن لو بتعمل الليبت بروفايل تست كاملا يبقى لازم فيه صيام من عشرة لاثناشر ساعة عشان تتجنب اي افكت وفود على الليبت بروفايل برامتر كلها الميجور كومبونت اللي بيتم اياسها فيه الليبت الموجودة في البلد هي الكوليسترول والتراجل سرايد الكوليسترول عبارة عن لبت بيبقى موجود داخل الجسم فيه السيل ممبرين وكمان موجود فيه البلازم الكوليسترول بيبقى يعني بيخش فيه تركيب الممبرين عشان كده هو مهم جدا بالنسبة للجسم كمان ولله اندور كبير جدا فيه عمليات الديجيشن في الانتست وبالتالي الكوليسترول له دور مهم جدا داخل الجسم سواء فيه الممبرين بتاع السيلز او فيه تصنيع بعض الهرمون وكمان البلازم والفيتامين دي الكوليسترول بمعنى ان الكوليسترول الجسم بيقدر يصنعه داخل الليبر ومختلف الأورجان الموجودة داخل الجسم كمان الجسم بيقدر يحصل عليه من الانجستد دايت التراجل سرايد عبارة عن نوع من الليبن بيتكون من مكوان من ثلاثة مكوان من ثلاثة فاتي اسد بيبقى متحدين مع الجليسترول وهو ده عبارة عن وعشان كده بنسميه الدهون السلاسي لانه مكوان من ثلاثة فاتي اسد اهمية التراجل سرايد داخل الجسم انه هو الجسم بياخده بيكسر بيطلع منه الاتب او الانرجي لكل السيلز الموجودة داخل الجسم التراجل سرايد بيحصل الجسم عليها من الديات الريسورس من الاكل وكمان بيقدر يصنعها داخل الليبر والأديبوز تيشو فبالتالي تراجل سرايد بيبقى لها اندوجينال سورس واكسوجينال سورس من الديات الحقاز زي ما شفنا في الليبت بروفيل تست بنهيس الكوليسترول والتراجل سرايد ومجموعة تانية woo الليبيد لouse it والـ high density lipoproteins والـ very low density lipoproteins lipoproteins عبارة عن mixture of lipid and proteins عشان كيف نسميها lipoproteins لأن lipids are insoluble in plasma الدهون ما بتدوبش في البلازمة واتحاد البروتين مع lipid بنسميه lipoproteins lipoproteins بيبقى مكون من مجموعة من الطبقات على السيرفس بيبقى في الفوسفو lipids وبالتالي الشكل اللي احنا شايفينه ده عبارة عن مكتشر ما بين البروتين وما بين الليبت بمختلف أنواعها بيبقى على السيرفس الفوسفو lipid والبروتين اللي بيبقى soluble في البلازمة بينما في الـ center بيبقى التراجلس رايد والكوليسترول اللي بيبقى insoluble في البلازمة وبتختلف كمية الكوليسترول والتراجلس رايد وكمان كمية البروتين في التركيبة في اللي بروتين عشان كده احنا عندنا أنواع مختلفة من اللي بروتين أنواع اللي بروتين اللي تبقى موجودة في البلاز أربع أنواع الكايلو مايكورون Very Low Density Liboprotein Low Density Liboprotein High Density Liboprotein أربع أنواع من اللي بروتين موجودين بيختلفوا في الـ concentration of libit والبروتين وعشان كده سميناهم أسماء مختلفة بالرغم أن هما كلهم عبارة عن ولكن حطينا التسميع على حسب الـ الموجودة جوه بنقسمهم لمجموعتين مجموعة بنسميها بتشمل الكايلو مايكرون والـ Very Low Density Liboprotein المجموعة الثانية عبارة عن Carrier of Cholesterol بتشمل Low Density Liboprotein والHigh Density Liboprotein طب إحنا ليه؟ اللي بروفيل ما بيبقاش فيه اختبار للكايلو مايكرون لأن الكايلو مايكرون عبارة عن ليبو بروتين بيجي من الفود بمعنى نتيجة الـ Digestion of Lipid الانتستن بتكون نوع من اللي بروتين عشان تقدر تنقل الليبد من الانتستن وتوديها للـ للليبر والـ عشان كده احنا بنعمل فاستنج عشان نمنع تأثير الفود وبالتالي احنا ما بنقس الكايلو مايكرون بنقس فقط الاندوجنس ليبو بروتين اللي هي الـ Very Low Density Liboprotein والـ Low Density والـ High Density Liboprotein اللي بيكونهم الجسد واللي بيدينا Indication على مستوى الليبد داخل البلد بدون تأثير الفود فزي ما احنا شايفين بنلاقي فيه اختلافات فيه الشكل والحجم لليبو بروتينز المختلف الكايلو مايكرون هو اكبرهم في الحجم والـ High Density Liboprotein هو اصغرهم في الحجم بالرغم من كده اللي هتلاقي ان التسمية الكايلو مايكرون بعد كده Very Low Density Liboprotein والـ Low Density والـ High Density يعني كل ما بيقل الحجم بنلاقي ان الـ Density بتزيد وده بيبقى نتيجة لزيادة نسبة البروتين كل ما تزيد نسبة البروتين كل ما تزيد الـ Density لان بتبقى نسبة البروتين بالمقارنة بالليبت بتبقى كبيرة والبروتين بيبقى تقل من الليبت عشان كده احنا بنحدد الـ Density على حسب كمية ونسبة البروتين بكل نوع من الليبو بروتين بينما بالنسبة للدهون زي ما احنا شايفين هنلاقي ان الكايلو مايكرون كبير جدا في الحجم بيحتوى على كمية كبيرة من الدهون يليه Very Low Density يليه Low Density ويليه High Density Liboprotein فبنلاقي كل ما تزيد نسبة الليبت بالنسبة للبروتين بنلاقي الـ Density بتقل بشكل كبير جدا كل نوع من الليبو بروتين بيبقى محتوي على المكونات الاساسية لتركيب الليبو بروتين بمعنى ان هو بيحتوي على البروتين بيحتوي على الكوليسترول بيحتوي على الخلصيط في الكوليسترول هنا باللون الأصفر وباللون الأورنج فبنلاقى ان التلات انواع بيحتوي على نسب مختلفة من الخلصيط وبنلاقي ان الخلصيط بيصل موجود في كل الأنواع 통ين سواء Very Low Density Liboprotein and low density hold density ليبو بروتين عشان كده ما بيتم اياس الكوليسترول بيتم اياسه في ال very low dynasty وال low dynasty وال high dynasty وعشان كده همسميه total cholesterol كل الكوليسترول الموجود في اللايبو بروتين سواء في ال v l d l او ال l d l او ال h d l بينما التراجل ستراجل بيبقى مركز بشكل كبير جدا في ال very low dynasty ليبو بروتين وكل نوع من اللايبو بروتين has special function عشان كده هم مختلفين في الشكل ومختلفين كمان في ال function اول نوعه هو very low density ليبو بروتين ال v l d l ده بيشتغل ك internal transport system for lipid بمعنى انه وظيفته الاساسية انه هو بيعمل transport لللبد من الليبر للبادي تيشبز بيعمل transport للكوليسترول والتراجل سرايد within the body الليبر بتكونه وبيبقى داخله كمية كبيرة من التراجل سرايد وكمية من الكوليسترول بيقدر يشيل التراجل سرايد والكوليسترول من الليبر ويوديهم لكل البادي تيشوز اللي محتاجة الليبز عشان تقدر تصنع منه الانرش لو زاد الانرش بيعمل مشاكل بيساعد في تكوين البلاك داخل الارتري اللي بتؤدي للاسيروس كولوروس او تصلب الشرائل النوع الثاني وهو اللو دنستي لايبو بروتين LDL احنا دايما نسميه الباد كوليسترول لان زيادته دايما بتعمل increase the risk of heart disease and stroke وللاسيروس كولوروس الLDL بيحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول زيادة الLDL بتؤدي لحدوث البلاك داخل الارتري وتصلب الشرائل واللي بتؤدي للهارت دايما والسترول عشان كده احنا منسميه الباد كوليسترول والLDL بتبع وظيفته انه هو بين الكوليسترول من الليبر ويوصله للتيشوز عشان تقدر تستخدمه في تصنع السيل ميمبرين وكمان عشان تقدر تصنع الهرمون فبالتالي اللو دينستي لايبو بروتين لهم مهمة كبيرة جدا داخل الجسم هو ترانسبورت وكوليسترول ولكن الزيادة بتؤدي الهارت ازيز والأسيروس كولوروس عشان كده بنسميه الباد كوليسترول النوع الثالث وهو الهاي دينستي لايبو بروتين HDL بنسميه الجود كوليسترول لان وظيفة الهاي دينستي لايبو بروتين عبارة عن بروتكشن against الهارت بيمنع حدوث الهارت دزيز لان وظيفته ريموف الاكسس اوف كوليسترول فروم بلود ستريم بمعنى ان الهاي دينستي لايبو بروتين وظيفته ان هو بيشيل الاكسس اوف كوليسترول فروم الارتريت وكمان من التشوز وبياخدها يوديها للبر عشان يحصل لها اكسي كريشن فمعنى ان هو بينضف الجسم او بيعمل للكوليسترول من الجسم وبيوديه للبر واللي بتعمله اكسي كريشن عن طريق البيت فبالتالي زيادة الهد بتعمل بروتكشن للهارت الزيز لانها بتقلل كمية الكوليسترول في الارتريت وداخل الجسم وبالتالي اما بنشوف الرسمة المجمعة لدور كل نوع من اللايبو بروتين زي ما قلنا الليكسوجن اللايبو بروتين اللي هو الكايلو مايكرون اللي بتكون في الانتستاين الول بيقدر ياخد الليبتز سواء الكوليسترول أو تريجل سرايد اللي جاي من الفود وبينقلهم بيوديهم للتيشوز سواء الليبر تيشوز او في البادي تيشوز ولكن زي ما قلنا النوع ده احنا بنقدر نستبعده عشان نمنع تأثير الفود من خلال نحنا بنعمل فاستين لعشرة لاثناشر ساعة الاندوجناس لايبو بروتين زي الفيري لو دينستي لايبو بروتين بتنقل تريجل سرايد من الليبر وتوضيه للتيشوز اللو دينستي لايبو بروتين بيشيل الكوليسترول او بيعمل ترانسبورت للكوليسترول من الليبر للتيشوز الوحيد اللي بيبقى له اتجاه مخالف وهو الهاي دينستي لايبو بروتين زي ما احنا شايفين بتلاقي انه هو بياخد الكوليسترول من التشوز بيوديه للليبر وبعد كده بيعمل له داخل البايا فبالتالي زي ما احنا شايفين تركيب لايبو بروتين هي عبارة عن طريقة لنقل الليبت داخل الجسم لان زي ما قلنا الليبت ما بتدوبش داخل البلازم فعشان كده الجسم بيعمل مبين البروتين وما بين الليبت بنسب مختلفة على حسب الفونكشن عشان كده بيبقى عندنا اكتر من نوع من الليبو بروتين موجودة في البلاد وكل نوع له فونكشن مختلفة وعشان كده احنا بنعمل اختبار خاص بكل نوع من الليبو بروتين زي ما قلنا من اهداف الليبت بروفيل تست ان احنا بنعمل ريسك أسيسمي لان زيادة الدهون بتؤدي الى الهارد ديزيزيزيز نتيجة للاسيرس كوروزيز او تصلب الشرقين واللي بيحصل نتيجة لتكوين ما يسمى البلاك او مناطق معينة داخل البلاد فيسيلボول بيتم فيها البرسيبتيشن للكلسترول والفات والكالسيوم وبتتكون داخل البول أوف NY بنسميها البلاك وما بيحصل تكوين البلاك بتؤدي لنوروينج داخل البلاد فيسل وكمان هاردنينج للول عشان كده بيمنع الكنتراكشن وكل ده بيؤدي لريدوكشن اوف بلاد فلو بيمنع مرور الدم في الارتري اللي بيبقى فيه بلاك وبالتالي بيأثر على الارجن اللي بيتغزة على البلاد من الارتري ده عشان كده البلاك بلد اوب ان ارتري ليدنج تو هارد دزيز اند سرو وجود البلاك في الارتريز بيؤدي الى الاسيريس كورولوزيس او تصلب الشرايين وبالتالي بيقلل فلو للبلود وده بيؤدي لبعض الكمبليكيشن زي الهارد زيز لانه بيقفل الكورونري ارتري اللي بيغزي الهارد كمان بيؤدي الى الستروك بتبع عبارة عن كلوت بتحصل في البرين الانتربريتيشن الهاي ليبل اوف دراي جليس رايد بيبقى النتيجة يا اما برايمري ديس اردر يا اما ساكندري ديس اردر البرايمري ديس اردر زي الهرديتري هايبرليبيديميا او ديفيشنسي اوف لايبو بروتين لايبيز انزيم بمعنى ان الزيادة هنا في التراي جليس رايد بيبقى لخالة الوراثي بيؤدي لزيادة التراي جليس رايد لان الجسم بيكون كميات كبيرة من التراي جليس رايد او ناقص الانزيم اللي بروتين لايبيز المسؤول على انه بيكسر اللي بروتين ودخلها داخل التيشوز فعشان كده احنا منسمعها برايمري لان ده بيبقى عبارة عن خالة الوراثي الساكندري بتبقى النتيجة للامراض زي في حالات الاوبستي حالات الهايبو سيروديزم المايو كارديال انفاركشن النفروتيك سندروم الليبر ديزيز الأسيري سكلوروزيز وكمان البانكريتين دي كلها بتزاود التراي جليس رايد ليبل في البلود زيادة التوتال كوليسترول في البلود كمان بتزيد نتيجة اما برايمري ديزيز او نتيجة للساكندري ديزيز بتحصل نتيجة للهرديتري زيادة الكوليسترول في الحالة دي يبقى سببها خالة الوراثي الساكندري بزيد نتيجة للامراض زي في حالات الهايبو سيروديز الأسيري سكلوروزيز البريجنانسي الديابيتس ميلتاز الكوليستاسيز وكمان النفروتيك سندروم وهنلاقي ان فيه تشابه كبير في اسباب زيادة الكوليسترول والتراي جليس رايد لان زي ما احنا قلنا الاتنين بيبقوا موجودين في معظم اللايبو بروتينز عشان كده اي ديزيز بيزود معظم اللايبو بروتينز وعشان كده بيحصل زيادة في التراي جليس رايد والكوليسترول احنا بشكل كبير جدا بيهمينا الزيادة في الكوليسترول عشان بتعمل ريزك على الهارت وكمان الاسيري سكلوروزيز ولكن تودى الكوليسترول بيحل فيه حالات الانيميا فيه حالات الماليجنانسي الليبر انسوفيشنسي المالنيوتريشن وحالات الديبريشن كلها بتقدي لديكريز اوف كوليسترول بروتكشن داخل الجسم وبالتالي الليبو بروفايل تيست بنقدر من خلاله نقيم الانواع المختلفة من الليبيز الموجودة فيه البلود وخاصة التوتال كوليسترول والترائيجليسترول والانواع الاخرى من الليبو بروتين سواء اللو دينستي والهاي دينستي والفيري لو دينستي الليبو بروتين